كحال أسلافه يواجه رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي رفضا شعبيا عارما يجسده متظاهر ثورة تشرين ومن ساحة التحرير ببغداد يكرر المتصمون لفظتهم لا للأحزاب ولا لكل حكومة تنبثق عنها تصيب الكاظمي أكو عالم رافضته الحقيقي يعلى ولا يعلى على وكعالم زين ما معيته العالم رافضته هي الشرفاء اللي يعرفون يعني دم الشهيد هذا الراح ما يجي بحقه الكاظمي ولا يقدر يحاسب المفسدين أول شيء بتاريخ الدول كلها ماكو جهاز مخابرات صار رئيس وزراء قبل وثاني شيء هو مكلف من قبل الأحزاب الأحزاب هي جابته وخلته فإحنا نطلب يعني والله الناشد من ما تدري يعني هاي دماء الشهداء راح تهدر ليش الناشد الأمم المنظمة الأمم المتحدة بأن تأخذ حق الشهداء والطالبة بحقنا رفض مصطفى الكاظمي جاء في سياق موقف ثابت ضد العملية السياسية عبر عنه المتظاهرون الذين أبقوا على حياة الثورة في ظل هذه الظروف ليبينوا أن لا شيء يصدهم عن مطالبهم والوصول إلى أهدافهم الثورية السامية الثورة مستمرة بس إحنا قللنا الأعداد بسبب تفشي فيروس كورونا وتعرف هذا وباع عالمي زي أنه لكل ديواجه هذا المرض وإحنا كمعتصمين بساعة التحرير قللنا من أعدادنا وباقيين ومستمرين والثورة مستمر بحال الله ولم يغفل المتظاهرون الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا كتقليل أعداد المقيمين في خيام الاعتصام والالتزام بمسافات الأمان والحفاظ على نظافة ساحات الاعتصام طبعا مرض كورونا هذا دولي عام اثنين نحن ملتزمين بالوقاية كم متظاهرين كم اعتصمين ملتزمين بالوقاية الصحية وفرغنا الخيم أكثر من 13 نفر كل خيم 14 نفر فرغناها ونسويناها على عدد 5-3 الثورة فكرة والفكرة لا يمكن للحجر عليها أو حضرها وستتماشى مع كل الظروف حتى تصل إلى مبتغاها